السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدى عبدالرازق استشاري أمراض معادية وجهاز هضمي وكبت أتشرب بوجودي معكم موضوعنا النهاردة عن التوصيات الجديدة بخصوص تحليل الإيدز والتوصيات الجديدة خلال الفترة الماضية تم ملاحظة أن العديد من الأشخاص الذين مرسوا الجنس في إطار غير شرعي خايفين أن لا يحصل لهم مرض الإيدز وبالتالي يبدأوا تحليل على أساس أنهم يتطمنوا هل فعلاً جاء لهم إيدز أم لا؟ منظمة الصحة العالمية أوسط بالتوصيات الآتية على أساس أن هذا هو نوع من أنواع التعديل للتوصيات السابقة أولاً تم ملاحظة أن الناس كثيراً تعمل إختبار البي سي آر وعتمدوا على أساس أن هذا هو تشخيص قطعي بعد تسعة تيام الآن حسب التوصيات الجديدة لا، نحن أساساً بالنسبة للبي سي آر لا نستخدمه كتشخيص روتيني لحالات الـ HIV حالات الـ HIV لتشخص روتيني نعتمد على فحص الكمبو وفحص الإليزة وهذا يبقى قطعي بعد ستة أسابيع نلاحظ أن هذه أجسام مضادة أيضاً بالنسبة للجيل الثالث بعد عشر أسابيع بالنسبة للجيل الأول والثاني هذا بعد ثلاث شهور النتيجة لو سلبية يبقى قطعية إذن فحص الإليزة والكمبو اللي هو الجيل الرابع اللي بيشمل الأجسام المضادة والـ B24 اللي نسميه فحص الكمبو هذا معتمد على أساس فحص روتيني للـ HIV بالنسبة للوضع الـ PCR بالنسبة للوضع الـ PCR كنا نقول أن بعد تسعة أيام لو أنت طلقت سلبي فانت قطعياً سلبي التوصيات الجديدة تقول لا نحن لا نعتمد على الـ PCR بعد تسعة أيام ونقول عليه قطعي لا بقدر الإمكان هذا الـ PCR اللي عملته بعد تسعة أيام هذا لا يعتبر قطعي ولكن بالنسبة 99% سلبي لكن يجب أن نتأكد بالتشخيص بأن نفعل اختبار إليزة أو الكمبو بعد ستة أسابيع اللي هو الجيل الرابع هذا هو التحليل المعتمد لفحص الـ HIV على مستوى العالم وحسب التوصيات الصحية الحديثة لكن هذا الـ PCR نعتمد عليه في حالات الأطفال اللي هم مولودين من أمهات عندها HIV أو في بعض الحالات التي تأخذ أدوية تشخصت أنها هي HIV موجب وعايزين نعرف تطور الحالة بتاعت الفيروس بعد العلاج فنعمل الـ PCR لكي نرى هل الفيروس قل في الدم أو لا أيضاً في بعض الحالات التي نرى أن الأجسام المضادة غير موضحة إذا كان إيجابي أو سلبي نعمل الـ PCR إذن هناك ثلاث حالات نعتمد عليهم في اختبار الـ PCR إذن ليس الـ PCR هو الذي سنعتمد عليه إذا كنت سلبي قطعياً أو لا هذه التوصيات التي نقول عليها هي توصيات حديثة فنطمنكم لا يوجد أي مشكلة الناس الذين عملوا بـ PCR بعد 9 أيام وطلع سلبي اطمن أنت 99% سلبي لا يوجد أي مشكلة بالنسبة لك لكن يجب أن تعمل تحليل القومبو أو تحليل الإليزا بعد 6 أسابيع لكي نطمن أنك فعلاً سلبي قطعياً نلاحظ أيضاً أن هناك بعض الحالات التي تعمل الـ PCR تعمل الـ PCR للفيروس الـ HIV من النوع الأول فقط نتجاهل أيضاً النوع الثاني هو وهو HIV-Pype-2 مهم جداً أن نبقى واخدين بالنا أن هناك نوعين من الفيروسات للـ HIV و كما قلت لكم قبل هذا في فيديو سابق أن النوعين مختلفين وأن علاجهم حتى مختلف وأن نشاطهم في الجسم مختلف يعني الفيروس الذي هو HIV-Pype-2 أبطأ كثير من HIV-Pype-1 وهو HIV-Pype-2 موجود في منطقة معينة في غرب أفريقيا ولكن نظراً للعولمة الحالية أصبح موجود في كل أنحاء العالم ولكن بالنسبة لقليلة كانت تصل لـ 5% فقط من الحالات تصاب بها مهم جداً أن نأخذ بالنا ونطمن الناس التي عملت PCR بعد 9 أيام أنت سلبي تطمن بعد 9 أيام لو عملت التحليل وطلع سلبي تطمن بنسبة 99% سلبي لا تقلق لكن نحن ننصحك بعمل فحص القومبو أو الإليزة بعد مرور 6 أسابيع بالنسبة للناس التي تسأل و تقول أنها قلت لي مثلاً 5 أو 6 سنين و كان هناك علاقة جنسية خارج إطار الزواج من سنوات هل يختفي الأجسام المضادة؟ لا، الأجسام المضادة لا تختفي وبالتالي لو عملت فحص القومبو أو الإليزة ستظهر حتى بعد 10 سنوات ستظهر لا تقلق لكي يوجد بعض الناس التي تقول أنها قد تختفي فترة لا، الأجسام المضادة لن تختفي أبداً أحب ألفت النظر وأطمن أيضاً الأخوة التي عملوا إختبار PCR تطمن 99% سلبي لكننا ننصحت بعمل اختبار كومبو والإليزة لأن هذا هو الذي أصبح تحليل روتيني على مستوى العالم لاختبار فيروس HIV مهم جداً أننا نعرف أن منظمة الصحة العالمية وجدت أن هناك بعض الحالات الندرة التي يمكن أن نقوم بها بإختبار PCR يطلع سلبي في الأول بعد 9 أيام طبعاً هذه الحالات ندرة جداً 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 لكي لا نقلق ونتخض هذه تكاد تصل لنسبة 1 في 100 ألف وبعد ذلك عندما نقوم بعمل لهم اختبار كومبو أو الإليزة يطلعوا إيجابياً طبعاً هؤلاء الحالات يحدث نوع من أنواع المناعة في جسم الإنسان وجسم الإنسان يقضي على فيروس HIV لا نقلق أبداً اتطمن أنت 99% سلبي للناس الذين عملت PCR بعد 9 أيام أشكركم جزيلاً شكر أنا سأعطي الواتس إذا كان هناك أي استفسرات أو إرسال تقارير طبية 022-010-27-28-4778 أشكركم جزيلاً شكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته